في العالم اليوم أكثر من 38 مليون إصابة بفيروس كورونا وأعداد الإصابات في تزايد إن كان في أوروبا أو الشرق الأوسط عربيا يقع العراق في صدارة الدول التي تسجل أرقاما عالية أما في الأردن فتخطى عدد الإصابات اليومي مؤخرا حاجز الألفي إصابة وقد قال الفرع الأوروبي من نظمة الصحة العالمية إن تطور الوباء في أوروبا يشكل مصدر قلق كبير وقد أصبح سبب الخامس للوفاة ومن هنا اتخذت عدة دول أوروبية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا إجراءات من أجل إبطاء انتشار الفيروس وشددت من إجراءاتها وسط دعوات للمواطنين بالالتزام بتدابير الوقاية للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا خبير قناة DW للشؤون الألمانية والأوروبية لؤي المدهون أهلا بك سيد لؤي عدد من الدول بدأت تعيد النظر في إدارتها لأزمة كورونا منها من أعاد حظر التجول الليلي كفرنسا التي أيضا فتحت تحقيقا قضائيا بذلك ونفذت السلطات هناك عمليات مداهمة طالت عدد من المسؤولين السابقين والحاليين كوزير الصحة الفرنسي هذا الموضوع يفتح الباب للتساؤل عن الإجراءات التي تبحثها الحكومات الأوروبية لكبح جمح الفيروس السيطرة عليه والحيلولة دون العودة إلى الإغلاق العام نعم هذه الإجراءات ضرورية لأن أوروبا الآن تواجه سيناريو صعب جدا في الواقع نحن نعايش عودة كارثية للفيروس بشكل كبير أوروبا تشهد كل يوم تقريبا 100 ألف إصابة في فرنسا وصلت عدد الإصابات أمس إلى أكثر من 22 ألف إصابة وهذا يطرح تفسير أولاد حول فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية الدول التي تملك قدرات كبيرة صراحة مادية وصحية وأيضا مؤسساتيا على مواجهة هذه الجاهة أعتقد أننا أمام عدة تطورات في فرنسا الوضع يختلف عن ألمانيا نوعا ما لكن الفرنسيين في الواقع انتظروا فترة طويلة لاتخاذ إجراءات صارمة هم قاموا بتخفيف الإجراءات الصيفية بشكل كبير ثم جاءت فترة العطلات وأدى هذا طبعا إلى عودة الإزدحام وفقدان التباعد الاجتماع وهما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات في ألمانيا تطور مباشر ولكن أقل فتكا بمقارنة بفرنسا الألماني يتخذون إجراءات احترازية عندما في البداية بشكل مبكر هذه هي نقطة الفرخ الكبير بين فرنسا وألمانيا الألمان حذرون أكثر يطبقون إجراءات احترازية عندما تصل نسبة الإصابة إلى خمسين إصابة لكل مائة ألف نسمة خلال سبعة أيام بينما الفرنسيون ينتظرون فترة طويلة حتى تصل عدد الإصابات إلى مائتين والأرقام لا تكذب عندما نرى الآن في يوم واحد أربع أو خمس أضعاف عدد الإصابات في فرنسا مقارنة بألمانيا لكن السؤال هو نفسه هل كل هذه الإجراءات فعالة هل كانت فعلا إجراءات ذكية وحققت أهدافها هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه الآن لكن المهم بمكان الإشارة إلى أن أيضا الدول الأوروبية الكبيرة أخفقت حتى الآن في السيطرة على هذه الجائحة وعلى الأقل في منكبح جميعها رغم أن نسبة الوفيات في أوروبا لا تزال قليلة خاصة الآن في ألمانيا وفرنسا أيضا نعم لكن سيد لؤي المعادلة اليوم بالنسبة للدول معادلة واضحة هي محاولة إبطاء انتشار الفيروس لعدم وجود لقاح له وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية وأيضا إبقاء الاقتصاد الحفاظ على الاقتصاد مفتوحا لنقول إلى أي مدى استطاعت الدول الأوروبية وتحديدا ألمانيا فرنسا بريطانيا أن تحافظ على هذه المعادلة طبعا هذه المعادلة هي معادلة تربية الدائرة عن صحة التوصيف ألمانيا نجحت نسبيا في البداية لإجراءات الأمنية الإحترازية الألمانية كانت فعالة في البداية في شهر مارس وشهر أبريل الماضي وألمانيا لم تتطبق نظام أو إغلاق شديد مثل فرنسا وإطالة لذلك بقيت التداعيات الاقتصادية السلبية محدودة نوعا ما في ألمانيا لكن يجب لا ننسى أن الاقتصاد الألماني أكثر بنيويا وإنتاجا وتنافع أقوى من الاقتصاد الفرنسي والبريطاني في فرنسا الوضع خرج عن السيطرة عندما بدأ فصل الصيف عندما خرج الفرنسيون من فترة الإغلاق وقرروا الذهاب إلى عطة الصيفية وهناك بكهم كبير طبعا وعادة المدارس وكما قلت البناطق المزدحمة وطبيعة الحياة طبعا في فرنسا وفي دول جنوب أوروبا تختلف نوعا ما عن ألمانيا هناك قضية التباعد الاجتماعي تختلف ثقافيا عن البلدين أما في الدول الأخرى مثل بريطانيا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فهي دول تحكمها حكومات شعبوية استخفت كليا بهذا الفيروس وارتكبت أخطاء كبيرة جدا أدت إلى هذه الحالة الكارثية أعتقد أننا سنشهد في السنوات في الأيام القادمة سنشهد العاصمة البريطانية لندن أيضا حالة إغلاق عام والمستشارة الألمانية أمس أمن لم تكن راضية جدا عن جملة أو حزمة الإجراءات التي اتفقت عليها مع الولايات الألمانية للأسف لم يأخذوا هذا الموضوع بالجدية التي تأخذها المستشارة الملكة المستشارة الملكة قالت بشكل واضح وعبرت عن امتعاضها بأننا يمكن أن نرى بعد أسبوعين إغلاقا عاما في ألمانيا إذا لم تتم السيطرة على سرعة انتشار الفيروس نعم شكرا لك خبير قناة DW لشؤون الألمانية والأوروبية لأي المدهون كنت معنا الهواء مباشرة من ألمانيا اشتركوا في القناة